اسمي الأب والابن والروحة القدوس الإله الواحد أمين نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من أجل كل نعمك وعطياك ونحن يا رب نقف بين يديك ونودع عاما من عمرنا ونستقبل يا رب من يدك ومن عطياك عاما جديدا نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال نشكرك يا رب لأنك سطرتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة المقدسة نبارك اسمك يا رب عالمين إن عينك علينا من أول السنة إلى آخرها بتضبر أمور حياتنا وتهيئ طريقنا لأنك إلى خلصنا سيدنا الصالح نقف أمامك يا رب ونشكرك على عملك وعلى كل ما قدمته لنا في العام الماضي وإن عينك يا رب بتحرصنا وبتحرص حياتنا بتحرص بيوتنا تحرص أرضنا وتحرص كنستك تحرص عملك في كل نفس وفي كل خدمة وفي كل مكان سيدنا الصالح نأتي إليك يا رب إن كنا قد أخطانا إليك يا رب بشيء بعلم أو بغير علم خطيانة الخفية والظاهرة التي يا رب صنعناها بمعرفة أو بغير معرفة نجمع كل هذا ونأتي ونطرح عند قدميك أعلمين يا رب أنك على عود الصليب تستطيع أن تخفر لنا وترفع عننا هذه الضعفات وتقمنا يا رب من سقطتنا ومن سهوتنا ومن خطيانا ومن أتعبنا وأنت القادر يا رب أن تنشننا بيمينك القوية وزراعك الرفيعة ترفعنا إليك يا رب لكي ما ننهض ونسير يا رب ونحن نراك أمام عيوننا نظرين إليك أنت رئيس الإيمان ومكمله يا سيدنا الصالح لا تعملنا يا رب بحسب خطيانا أو ضعفاتنا ولا تنظر إلى تقصيراتنا ولكن امنحنا رب النعمة والمعونة لكي ما نقوم ولكي ما نكمل طريق حياتنا ونتمم أيام عمرنا على الأرض في سلامك يا سيدنا الصالح نرفع قلوبنا جميعا أمامك ونطلب منك النعمة والمعونة نصلي إليك يا رب أن تعطي النعمة والمعونة تعطي نعمة الشفاء لكل مريض وتعطي نعمة الصحة لكل إنسان وتعطي يا رب نعمة الغنى لكل إنسان محتاج وتعطي يا رب نعمة الحكمة لكل إنسان مسؤول وتعطي النعمة والمعونة لكل أب وكل أم في تربية أولادهم وبناتهم تعطي يا رب المعونة والقوة لكل خادم ولكل خادمة وتعطينا يا رب أن نخدم أمامك بالروح وبالحق أنت يا رب تعطينا كل هذه النعمة التي نحتاج إليها نحن نصلي إليك يا رب من أجل كل مريض ومن أجل مرضى شعبك لكي تشفيهم وتنزل للعالم يا رب في هذه الجائحة وتحفظ العالم كل من هذا الشر نحن يا رب ندرك ونعلم أنك أرسلت هذه الأمور لكي ما توقز فينا روح التوبة وتعطينا يا رب أن نلتفت لحياتنا ولخلصنا وتعطينا يا رب أن نلتفت لأبديتنا ونصبنا السماوي يا سيدنا الصالح أعطي كل إنسان على الأرض أن ينظرك أنت وأن يعرفك وأن يتعلم وأن يعيش في محبتك التي سكتها على خشبة الصليب أذكر يا رب الأطفال الصغار في كل مكان خاصة اليتامة أذكرهم يا رب وارعاهم وأعطيهم يا رب أن يشبعوا بك أنت ويفرحوا وينموا في النعمة أذكر يا رب الأرامل والذين في شدة أحفظهم يا رب فأنت يا رب هو قاضي الأرامل وأنت يا رب معين كل إنسان في شدة أذكر يا رب كل بيت وكل زوج وكل زوجة وكل أسرة أحفظ يا رب كل أسرة في نعمتك واصطر عليهم يا رب وأعطيهم النعمة والحكمة في حياتهم في بيتهم مع أبنائهم أعطينا يا رب أن نمجدك في كل بيت ويكون كل بيت هو محلك وهو يا رب الذي تأتي وتسكن فيه وأعمل يا رب في كل زوج وفي كل زوجة وفي أبناء كل بيت أعمل فيهم يا رب لكما يدركوك ويعرفوا أنك أنت رئيس الإيمان ومخلصه ويعرفوا يا رب ويشعروا بحضورك في وسطهم ويحفظوا يا رب كيان أسرتهم أذكر يا رب عملك في كل كنيسة وفي كل خدمة أذكر يا رب أننا لا نستطيع أن نصنع شيء ولكن أمامك يا رب كل شيء ممكن ومستطاع أذكر يا رب ضعفنا الذي لا يستطيع أن يصنع أي شيء ولكن يا رب بنعمتك وبقوتك بتصطر علينا وبتساعدنا وتستخدمنا وتصنع بنا يا رب عجائب يا سيدنا الصالح أذكر يا رب كل الأباء أذكرهم كل واحد في مسؤولياته مسؤوليات الخدمة ومسؤوليات الكنيسة في مصر وبر مصر أحفظهم في اسمك يا رب وبارك حياتهم واعطيها أن تكون حياة مقدسة أمامك وتكون حياة مرضية أذكر يا رب كل عمل وكل مشروع بيقام لتمجد اسمك القدوس أذكر يا رب كل عمل يقام لكي ما تتمكت أنت فيه يا رب وتستخدمه أذكر يا سيدنا الصالح بلدنا أذكر كل المسؤولين فيها أعطيهم النعمة والحكمة والمسؤولية وأحفظهم في اسمك يا رب لكي ما يدبروا أحوال حياتنا كلها بكل خير أذكر يا رب كل الذين فيه بعد عنك ولا يعرفوك أذكرهم يا رب حرك قلوبهم أنت يا رب حركت الجبال وحركت البحار حرك قلوبهم ولا تتع لهم هذه القلوب الحجرية أعطيهم يا رب أن يقوموا وأن يتركوا هذا الحجر وتصير حياتهم حياة مملوئة بنعمتك وبعملك وبحضورك يا رب في وسطنا يا سيدنا الصالح نصلي إليك يا رب أن تحفظنا جميعا في مراحمك وتخفل لنا خطيانا وتعطينا يا رب على الدوام أن نمجدك في حياتنا سيدنا الصالح إن كان في بعض الناس عيشة في اخصام أو عيشة في زعل أو عيشة في شدة أو في ضيقة فأنت يا رب تستطيع بيمينك القوية تستطيع رب أن تفك كل هذه الضيقات وترفع كل الضعفات من القلوب وأن نبدأ في صفحة جديدة نحيا فيها يا رب في محبتك مكتوب أنك أحببتنا وهكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد فحبك يا رب الذي سكبت على الصليب هو الذي يعطينا أن نحيا وأن نخدم أمامك ويعطينا يا رب أن نطهر قلوبنا وأن نتوب عن كل شر وكل فعل خبيث سيدنا الصالح نصلي إليك من أجل عملك يا رب فينا جميعا اذكر يا رب كنيسة مصر واعطي فيها النعمة والمعونة ليس في بلدنا الحبيبة فقط ولكن في كل مكان وارحمنا يا سيدنا الصالح واعطينا أن نفرح يا رب ونشعر بهجودك الدائم في حياتنا كما وعدتنا ربها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر إنك يا رب معانا ترافق طريقنا ورحلة حياتنا على الأرض حتى نصل إليك يا رب في ختام أعمارنا بكل سلام سيدنا الصالح استجب سيدنا الصالح اسمع صلواتنا سيدنا الصالح اصغي إلينا يا رب وإلى أنات قلوبنا وإلى أنات شعبك في كل مكان كن معنا يا سيدنا الصالح بشفاة أمنا العدرة مريم والملاك الجليل مخييل والقديسة العظيم ماري مرؤس الرسول الطاهر والشهيد وبركة هذا الصلم المقدس اسمعنا ربنا منقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك تكون مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واخفر لنا ذي نوبنا كما نفر نحن أيضا مصدبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من مسيح يا سعى ربنا لأننا لايك الملك والكوه والمجد إلى الأبد شكرا